تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت من ضبط خمسمائة واثنتين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية خلال 24 ساعة هذا وضبطت توزارة الداخلية قرابة 31 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من 85 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي كما تم ضبط 724 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 198 قضية خبز نقص الوزن و100 قضية خبز غير مطابق المواصفات وضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طن في مجال التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير